أقضنا لحضراتكم مرة أخرى عندي مجموعة أخبار انتخابية رئاسية مصرية متنوعة لأن احنا وعدناكم أن احنا هنتابع في الفترة القادمة بشكل كبير جداً ما يحدث فيه انتخابات الرئاسية المصرية عايز أقول لكم أن النهاردة تم إعلان انتهاء مهلة التقدم بطلب توقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات الرئاسية وده معناه احنا فتحنا الباب علشان تتقدم وتاخد طلب أننا عايز أكشف وتروح تكشف في المستشفى اللي انت عايزها اللي هو المحددة علشان يبدأ تم توقيع الكشف الطبي عليك والكشف الذهني أيضاً أيضاً النهاردة الوطنية الانتخابات عملت المؤتمر الصحفي وقالت أنه حتى الآن لم يتقدم أي مرشح جديد باليوم السابع لفتح باب الترشح للرئاسة وأن حتى الآن هم اللي عندهم كلب مرشحين المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد دولي تقدموا بأوراق الترشح بتاعتهم ولكن خدوا بالكم أمام كل ده فيه إعلان من المرشح الرئاسي حزب عمر أنه حيتقدم المحتمل حيتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه يوم الجمعة القادم هو عايز يتقدم واضح في آخر الأيام بحيث أنه هو يقدم ورأه وهو أعلن هذا الحملة بتاعته أعلنت هذا الأمر حملة المرشح عبد الفتاح السيسي أعلنت فتح باب الانضمام لجميع الكينات الشبابية النهاردة وتصقبالت وفد من اتحاد نقابات عمال مصر في المقر الرسمي وأكدت النهاردة الحملة بيقولوا أن احنا بنعمل على توفير حياة كريمة لكل الشعب المصري في الفترات القادمة أو هو ده العنوان أو جزء من أهداف هذه الحملة وأهداف المرشح عبد الفتاح السيسي شكرا